لا فيكن بحلقة جديدة من ليل تايم شو حريط التعبير ممنوعة على الإعلام اللبناني ممنوعة على الإعلام المصري مسموحة بس لبرنامج تونسي سخيف طلعوا على التلفزيون عم بقولوا نحن عمنا حريط التعبير وعم نمزح وعم نقولوا أنه محمد صلاح مأمل طلعنا قلنا لنالون بكل حريط التعبير أنه يا جماعة أنتوا أهنتونا قالوا لنا أنتوا معقدين وحاقدين شو فهمكم أصلا بحريط التعبير آمين مبارح الله الله وكريم معبقوا مخنوقوا معصب ليه يا حبيبي؟ لأنه قلت عنك أنت وأهلك مأملين طيب ما هاي دي كوميدي وبروديما أنت كنت عم تقول هيك عن محمد صلاح شو بك ليش زعلين؟ أخذ ع خاطرك أنه أنا قلت عنك هيك وما بدك ياخد على خاطرنا وعلى خاطر الشعب المصري أنك قلت عن محمد صلاح هيك وعم تبتهمنا بالرجعيين لما الفنين الشيرين عبدالوهاب على مسرح كرطاج كانت عم تمزح وقالت عم قول لبنت تونس فقالت لي يا ماما بقدونس قامت علي الصحافة التونسية تونس مش بقدونس تونس غضرة تونس الثورة بكيت عم تمزح ليه بتكونينا نقبل على حالنا اللي ما عم تقبلوه على حالكن وانت طلعت عملت فقرة عني كاملة عشر دقيق بالبرنامج لتقول فيها أنه أنا ما بفهم بالكوميدي طيب أول شي أنا ما رح أعرضكم ولا فيديو ولا شي من الحلقة طبعا بارح لأنه ما رح أشهركم أكتر بمصر وبرنامجكم أصلا يعني ما بيشرف اليوم أنت يا كريم ما طلعت أصلا ردات علي ما طلعت ردات أنه أنا طلعت هنتك ولا أنا ردت لك الإهانة ولا طلعت عتزارة لمحمد صلاح ولا للشعب المصري ولا شي أنت طلعت عم تتريق على طريقة حكي وعملت الشعب اللبناني مخنط أنا ما رح أغلط فيك وما رح وطي مستوى الإعلام اللبناني ولا حتى الإعلام المصري اللي امتبعنا ونزله لهيدا المستوى من الردود أنا رح أقول لك شغلتين كتير مهمين برح أنت قلت جملة مبسوط فيها كتير والجمهور زقف لك عم تقول بيني وبين تجاري شدخل حماري يعني أنه اليوم أنت تونسي عم تتمسخر على لاعب مصري فاليوم أنا كلبناني شو دخلني يعني مشكلتك معي أنه لبناني طيب أولا أنا لبناني وبفتخر تانيا يا حبيبي أنا عايش بمصر برنامجة مصري لحم كتافة من البلد دي وأي حد بيتطرق على أي حد مصري حفشخه لما قلت لكم أنه أنت عار على شعب تونسي ما أثرت بحقكم شعب تونس العظيم العاريك الفنان قرطاج المستوى العالي والراقي صار يوم بيطلع على التلفزيون شوية أشخاص بيقولوا هيك علنا حمار مخنط لعب كالثونك وبيسموا أسماء لممثلات إباحيات هيك على الهواء عادي اليوم أنت وخولة عم بتقولولي أنه مايا خليفة فخر لبنان لك يا حبيبي لبنان طالع منه جبران خليل جبران وفيروز بس اليوم إذا أنت وخولة ما بتحبوا تقرؤ وما بتحبوا تسمعوا فن راكة بتحبوا تتفرجوا على أفلامي بحية اليوم نحنا كلبنانية شو خاصنا نحنا ما نصدر للعالم كل شي وإنتوا بتشتروا اللي بتحبوه وكلمة للشعب التونسي العريك ولصحافته لإعلامه لنظيف اليوم يا شباب قدي فيه أشخاص صغيري أطفال بتحضر هيدا البرنامج اسم مية خليفة صار لأسبوع منتشر بتونس بسبب كريم وخولة اليوم إذا واحد طفل إجا سأل أمه أو بيه ماما مين مية خليفة شو رح يجيبون أحسن من هيك كل واحد اليوم معه موبايل إذا مسك وعمل سيرتش هيدا الإعلام اللي بدتكون يا يا تونسيين هيدا الإعلام الراقي هيدا الحضارة ها حريت التعبير انتبهوا يا أهل من هيك إعلام تافه وحقير اليوم إنت يا كريم قلتلي أنه طلع رد علي وأنا رح رد عليك ورح نلعب مع بعض تنس أنا ما رح أعطيك شرف اللعب معي تانيا إذا لعبت معك يا كريم أكيد أنت رح تغلبني لأنه في مقولة بتقول إذا جدلت أحمق بجرك لمستوي وبيغلبك بيخبرته ما رح أعطيك شرف التحدي وتصبحه على حرية ترجمة نانسي قنقر